موسيقى موسيقى انا اسمي مينة زهجر عبد الملاك سني 23 سنة من قسيط مدينة دايروت قرية بنو حكينا عطك انت اجد رسم اجي معك ازاي ومن انت بدأت ترسم هو الرسم معي من وانا في خمسة اتباعي من وانا صغير جدا بدأت تبقى ارسم حاجات صغيرة بدأت اكتشف موهبتي من ايام ما كنت في حيثة الرسم باخد درجات عالية جدا عشرة من عشرة وتسعة من عشرة وفي الامتحانات بتاع تبتدأي وكلها وانا بطلع مثلا في مؤتمرات حاجات زي كده في المدرسة بدأت الموهبة بس كانت موهبة بس يعني وبحكم ان عندنا احنا في الصعيد وكده يا عم شوف لك حاجة تأكلك عيش يا عم ده مش ملهاش لازمة دي حاجة فاضية فبدأت واحدة واحدة برضو ايه تركين عندي شوية بس ايه يطاق الرسم بالنسبة لك موهبة ولا شوية الاتنين هو موهبة من صغري لكن من شغلة من فترة العيل مين مساك العلا في الرسم ولا في الحياة العملية في الاتنين في الرسم اللي ينعود بافينشي وفي الحياة العملية طبعا والدي وبعديه على طول اخويا انسين ايه مين اول سورة يسمتها اول سورة يسمتها انا شويت الشخصية اصلا بس مش حاول ان انا فكره ولا أفتكر اصلا الرسمة دي بس فاااااااااااااة كم سمت كان في رتها program كانت من حوالي وانا عندي 8 سنين مسا مين الدعم لك ااا في البلد ووالدي طبعا والدتي بعد ما كان في التعليم الدنيا دي لأ اشوف تعليمك احسن بحيث ان اخويا برضو تعليم عالي والدنيا دي بكلوا رئيس علوم وكده يعني فقالوا ان اطلع زيه يعني بس بعد كده بدت ما اكتشفت موهبتي والدنيا تزبطت فبدأوا يدعموني طبعا بكل حاجة عندهم يعني. نميتوا موهبتك ازاي? نميت عن طريق عن طريق اليوتيوب اليوتيوب وفيديوهات عن الرسم وفيديوهات تعليم الرسم والدنيا دي. طيب انت حتى كان بتمسح اي حد حابب يرسم احابب ياخدر الهواية ان يخش فيديوهات على اليوتيوب. اه طبعا السوشال ميديا والفيديوهات اللي على اليوتيوب دي مفيدة جدا 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 جدا. في فيديوهات معاينة طب الناس تخش عليها تتفرج عليها? لا هو ممكن يكتب مثلا الرسم للمبتدئين تمام وهيجيله كل الفيديوهات اللي هو محتاجة. طيب انت رسمت شغلة وفي شغلة معاك رسمتها وفي حاجة معاك. اه معايا حاجات كده. طيب فمورينا. تمام. دي صورة راحلها رجال جداوي. دي رسمتها يوم وفاتها. الله يرحمه. الحمالله. طيب. في حاجة تانية. في كذا حاجة تانية. بقى حسين الجسمي. ان هناك كبير حسين الجسمي. تمام. هلا ينور شغلك داع والله سلام. عندي بقى حاجة مختلفة. دي بالآلم الجاف. اللي فات دا كان كانفح. رحمه الله. دي بالآلم الجاف. لا موهبة في حاجتك تسنحك. هلتي تسزع. سزع شرف عبدالباقي. جانا عن تعريف طبعا. جميلة اه. سزع عم كمال. اه جميلة. جميلة. استشار تركال شيف. اه جميلة. بس دا كان آخر شغلي يعني. طب. طب. ايه اكتر رسمة. انا حسيت انك ابدعت فيها. وكانت لمين? كانت رسمة اه الشيخ الازهر. الامام احمد طيب. وياما وجودها معايا. اه ممكن نشوفها. دي اقتر رسمة انا حسيت ان انا ابدعت فيها وان هي عجبة الناس برضا. الله احطك يعني رسالة ملفتة ورسالة لها هدف. ورسالة لها معنى ان حضطك كشاب مسيحي. ترسم صورة فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر. فانا بيزمي نادر سلب من وجهها لفضيلة الشيخ الازهر. عايزين ان اصل لحضطك الصورة من شاب مسيحي. ومبدع في الرسمة. وربنا ينفعك استاذ مين. الله يخليه بس ايه احمد. طب. ايه الرسمة اللي مينة مرسمهاش لحد دلوقتي؟ هي المفروض ان انا ارسم سادة الرئيس. الفترة الجاية دي. دي اللي نفسي بجد ان انا اسلم عليه. وطبعا ما ينفعش ان انا يقعد قدامي وارسمها. دي حاجة مستحيلة. بس طبعا نفسي اسلم عليه وهديله رسمة زي كده. طيب. في نهاية حلاجاتنا عايزين نصيحة للشباب اللي يحب انه يخدش في مجالة رسمة. ازاي نمى موهبته؟ هو الموهبة انت اكتشفها. من اول ما بتكتشفها المفروض ان انت بتدور على ايه يدعمها. سيبك من كلام الناس. سيبك من يا عم ده ما بيوكلش عيش. يا عم ده ملوش لازمة يا عمي ده اشوف لك حاجة مفيدة عاملها. هي دي مفيدة. وانت بتعبر فيها عن لجواك. حتى لو ما كانش شغل انت بتعبر عن كل لجواك عن طريق الموهبة بتاعتك. بس وحرام ان يكون فيه موهبة زي كده وبسبب عوامل خارجية ملاش اي لازمة زي كلام ناس زي كلام احباطه الدنيا دي ان انت تركنها يعني حرام. طيب بي حاجة حتى تحب تقدمها بالليمان. اه طبعا فيه دي استاذ احمد عاملها له. دي استاذ احمد مزيع البرنامج. واتمنى اني اتعجب حضرتك. انا بنخلك لا تستميدك تستميدك. الى هنا تنتهي في اولى فقرات حلقتنا اليوم. وانتظرونا في الفقرة الثانية مع الكابتن كريم علي. اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم. في سانة فقرات برنامج حكاية حواديد. معنا ومعكم كابتن كريم علي اللعب الكرة بنادي الزمالك ومقدم برنامج الكرة مع كريم والمحلل الرياضي. اهلا بكم. احمد يا احمد عامل ايه ومساء الخير على سادة المشاهدين. ويا ربي اللي ما وجد يستفاد ان شاء الله. وان شاء الله كنت فقرة جميلة. انا بسوط ان معاك يا احمد وانت عامل حاجة كويسة جدا وعمل حاجة جميلة يعني. وربنا يكرمك ان شاء الله في اللي جاي. كابتن كريم عايزين ناخدها ان شاء الله نعرف رأي حدتك في المدربين الشباب. يعني عادتك في الدور المسيحان شوفنا كابتن ميدو مع نادي الزمالك هنا دوات ديجلة. وشوف ما كابتن عماد النحاس مع المجولين. وشوف ما كابتن كشر مع اصوار. هي الفكرة كلها اللي احنا عندنا مدربين. تمام. ولكن بينقصوا من ثقافة. كرة القدم الان اصبحت ثقافة. كرة القدم اصبحت دراسة. فكل لنا يكون في ثقافة يكون في دراسة. من المدربين المجتهدين جدا. وانا يمكن عقبت على اكتر من حد في اكتر من قناة. واكتر من برنامج. ان عماد النحاس. هناك فرق. ما بين مدرب لعب كرة. يعني تجربة الكابتن عماد حسين ميدو نجحت لأسباب ومعايير ومقيس معينة. كابتن عماد النحاس نجم كبير جدا في المنتخب والزمالك. فهنا بيختلف ان مدير فني لعب كرة من مدير فني درس. فالفكرة كلها هنا كابتن عماد النحاس نجم كبير طبعا نجم نادر اهل ومتخب الوطني. عمل حاجة بجد بروفيشنال جدا. يمكن من المدربين بروفيشنال جدا اللي موجدين على الساحة حاليا دلوقتي. وانا اتمنى ان يكونوا موجدين دايما. طبعا عندك الكابتن احمد كشر بيقدم عرض جاي جدا بالنسبة لأسوان. عندك الكابتن اهاب جلال عمل عرضه قوى جدا. عندنا طبعا كرة القدم في مصر او الدورة لمصر حاليا بيشهد من افضل المواسم او افضل دوره اللي هو الدور الثاني بالنسبة لمدربين المصريين. احنا عندنا مدربين شباب على الاعلى مستوى. ولكن بينقاسهم الثقافة. بينقاسهم الفكرة. هي الفكرة كلها ان مدير فاني يكون دارس. يكون مدير فاني بروفيشنال. فانا فعلا بجد انا موصود بتجربة ناد المؤولين بحد زي كابتن عمد النحاس عمل حاجة مخترمة جدا. عمل حاجة بروفيشنال. شغل جدا. والدلال على كده انه يقيند قوي جدا. المؤولين حاليا دلوقتي تركب رابع في الدوري. ونتمنى ان نكون فوق شوية تاني. احنا المؤولين غايبة عننا وغايبة عن البطولات الافراقية بقالوا فترة. فاحنا هتمنى المؤولين يكون موجود. هل المدربين الشباب يقدروا يوصلوا الفريق الى بطولات؟ طبعا وخير وضليل على ذلك عندك الكابتن عمد النحاس كان تاني الدوري في الدور الاول. كان في حالة توقف الدوري في البداية كان الكابتن عمد النحاس كان اول الدوري. نحن 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 نشوف المدربين الشباب او المدربين المصريين في رأسهم جلالة خصوصا لو كانوا شباب في الدور المصري. للأسف عندنا فكر وزي ما قلت لك في البداية وهرجع اقول لك تاني عندنا فكر ونقص في الثقافة. احنا لو نمسك المدربين بتوعنا المدرب الفني الاجنابي بياخد ما يعدل من حوالي 700 الف دولار شهريا. انا لما اجيب المدرب المصري وهو بالمعايير ونفس المقييس. المدرب المصري اصبح حاليا دلوقتي من اكفى المدربين الموجودة. فانا بقوناشد رؤساء الانديه لحنا نتيح التجربة. ولذلك الكابتن احمد كشري الكابتن عمد النحاس. وقالاخ كتير جدا عشان ما انساش حد. عمليه حاجة محترمة جدا. والكابتن محمد حليم في حرس الحدود. والدائج كده كان لعب مالش قدام النادي الاهلي. وهو من اقوى مبالاة حرس الحدود. كان مقفل جدا راجل مذاكر الجيم كويس. فحنا عندنا من خمس يعني من اربع لست مدربين بروفشنال جدا شهريا كويس. ففعلا الفرص قليلة. فنتمنى ان هم يكونوا متواجدين على الساحة الرياضية لفترة اللي جاية. ونتمنى ذلك. من شباب مصريين. اتمنى ذلك طبعا يعني هتفرق معنا جدا. وخصوصا ان المدرب المصري بدأ فكره بدأ يتفتح شوية. بدأنا نذاكر شوية. ومن ضمن المدربين اللي بيذاكر الكابتن نحمد حسان ميدو. الكابيزما كواليتي بتاعه. الفكر بتاعه مروفشنال جدا. كواليتي بتقول عليه ان المدير الفني مش مصري. ولكن المدير الفني المصري للأسف عدم ظهوره في الدور المصري. او احترافه المدير الفني زي ما اللاعب يحترف بيحترف المدير الفني. اصبح ان بعض المدربين مش بيذكرون. اصبح اللي احنا عندنا حتة الكسل شوية. الفكرة كلها اللي احنا عندنا سنة الكسل. انما المدرب لو اتهل واشتغل على نفسه زي بقى المدربين. ونتمنى ان يكون بدل ما عندنا عمدنا نحاس يكون عندنا ثلاثة اربعة كمان. يكون عندنا اتناشر مدربين. هتمنى ان 16 نادي في الدور المداز يكونوا مدربين مصريين. ايه رأي حضرتك في تكنية الفا. وهلها فادت الدورة المصري. لا طبعا. اما اثرت الزار من الجمهير. طبعا تكنية الفار بما ان هي جديدة علينا. بس برضو احنا الجمهور الكورة. يعني احنا بنقول وقت ما الاهلي بيكسب. بنقول كسب بالفار. وقت ما الزمالك خسر بنقول ان الزمالك خسر بالفار. دي نقص في الثقافة. احنا للأسف ما عندناش الفكر البروفيشنال. دي حاجة بتنقصنا بشكل قوي جدا. في نقص في الثقافة. احنا تكنية الفار للأسف. لازم نده كل حاجة وقتها. وخد بالك يا احمد في مشكلة برضو بتقابلنا. عندما تكلمنا في البداية عن المدرب المصري ما بياخد وقته. ممكن المدرب المصري يكسب خمس ستة ماتشاط. يجي بعد كده واي باي. يأول ما يخسر ماتش مع السلامة. مع ذلك تكنية الفار. فيها اندية مش حبه وفيها اندية حبه. ولكن هي مريحة جدا. فكرة تكنية الفار حاجة جديدة جدا. ونتمنى نكون موجودة. والدليل على كده ان هي لما كان موجودة تكنية الفار. مرتحيني لحد الماء. ما بنقابلش مشاكل كتيرة إلا ما راحي مربي. في بعض الموباليات اللي هي الصعبة جدا. او فار مشكلته. ان عندك من اربع لثلاث حكام. هم اللي واخدين التقنية بتاعت الفار. هم اللي درسين دورات الفار. ولكن احنا عايزين. في خلال توقف الدور الفترة اللي جاية. يكون الموضوع اكبر من كده. يكون عندنا دورات. طبعا عندنا الحكم جهات جريشا. هو اللي مراحي مربي عنده تقنية من الفار ودرس. والدلع كان بيحكم كاس العالم في 2018. فتقنية الفار ثقافة. فكر. تكنيك. معين. استراتيجي. بفكر. استراتيجي. وكواليتي. ان اشتغل عليه كواس جدا. فلازم اشتغل على الفار ببعض الاختيارات المعينة. ببعض الاشخاص المعينة. لازم يكون عند دورات تدريبية. حتى لو هنعمل معسكرات للحكام خارج مصر. كلمنا شو عن مباراة الكمة الاخيرة بين الاهل والزمالك؟ مصر الزمالك بيعيش افضل فترات حياته. طبعا بقالنا فترة كاردرون. كاردرون عمل حالة كويسة جدا. كاردرون عندك الزمالك بيعيش افضل فترات حياته. والدليل على كده انه عنده رئيس نادي حدي. انا مش باختالف محد او بقية حدي. ولكن مصر الشامور طرم مصوري من اكفر رؤساء الانديا. اللي مزك النادي الزمالك. ومن اكفر رؤساء الانديا. اللي موجودين في مصر حاليا. مباراة الكمة. للأسف ان ريني فيلر. مقدرش يذاكر صح. النادي الاهلي. للأسف كتخطوطه مفتوحة. مع النادي الاهلي. الاصابات اللي عنده. وفيه خلل في الدائرة في النص. حسام عشور. انا مش عارف هو. ايه مشكلته مع حسام عشور. النادي الاهلي مشكلته كلها في خلط الضهر. والدائرة. النادي الاهلي بيتضرب من اول هدف. من القلب. فرجان الاساسي بيلعب الكورة. زيزو طبعا قطع من الزاوية البعيدة. فالرجل بيروح بالتحجده. فكرة كلها ان النادي الزمالك. عنده. اربع عناصر خمس عناصر عندك طريح حامد. فرجان الاساسي. واحمد سيد زيزو. الولد ده. في خلال فترة جاء يكون منتخب مصر. احمد زيزو بيعيش افضل فترات حياته. او افضل فترات اللي انت عايشة في حياته. احمد سيد زيزو من افضل لعبين مجنود في الزمالك حاليا. الزمالك قفل على نفسه كويس. قدر يعمل فترة معايشة كويسة جدا. قدر انه عسكر كويس. قدر ان يعمل ماتش عالي جدا. عمل ماتش كلاسيكو فعلا. الزمالك الفترة ده. بالبلد كده كعب وعالي او. و بيعيش افضل فترات حياته. والدليل على كده ان يكسب الاهل بالتلاتة كان الموضوع صعب. كان مقافل كويس جدا. كان مزاكة كويس. و دي بتفرق من المدير الفني المصري والاجنبي. المدير الفني الاجنبي بذكا كويس. ما بيسمعش للميديا والكلام ده كله. المدير الفني المصري بيتأثر من اقل حاجة. و دي مشكلة بتقابلنا المدير الفني وقت ما تغلب مواطش. بيتابع السوشيال ميديا و بيتابع البرامج. فبيتأثر نفسها. هنرجع لمرجوعناتنا. فاصبح ان نادي الزمالك عنده خطوط قوي جدا. سواء كانت في الناحية الهجومية او في الناحية الدفاعية. عندك لعيبة جدا كثيرة جدا. مش عايز اذكر حد واسيب حد. ولكن الزمالك يعيش افتر فترات حياته. الزمالك اصبح الان فريق مرعب للغاية. فاصبح ان نادي الزمالك عنده خطوط قوي جدا. و عنده فكر قفل على نفسه. و الدليل على كده نوع عنده مدير كورة امير مرتضى شغال كويس. و صفقات الزمالك اللي جاية. خد بالك برضو ان الزمالك خطط عينه على البطولة الفريقية. و الزمالك يعمل حاجة كويسة. الزمالك فاي. انما الاهلي للأسف. انا بص هنقول تصريح و دعنا مسئلة انا الشخصية. الكابتل محمود الخطيب لا يصلح رئيس نادي. طبعا هنرجع لمرجوعنا. انا مش بقولك ده لانه مش بهاجم حد. ولكن جينا فترة البشواندس محمود طاهر. رجل بيزنس مان. رجل بيدير كويس. بيدير ادارة كويس. كابتنا عاك انا معاني كان نفس اللقائي طول اكتر من كده. طبعا شرف ليه طبعا. انا وصلنا لنهاية حلقتنا. بنشكر حضرتك. عايز اوجه بس كلمة او كلمة اخيرة طبعا. انا الفترة دي و انا جيت عشان خطرك يا احمد انا داخل على عملية رحية الفترة الجاية. وكنت موجود في المكان ده في السكنات الصحة والجمال. توقفت فترة جبيرة جدا. فبقولي الجمهوري ان انا توقفت بسبب اللي انا كنت بعاني من مرض. ولكن الحمد لله داخل على عملية رحية الفترة اللي جاية ان شاء الله. فبقولي ان اي حد زعلان مني طبعا يسمحني طبعا. وانا ما ظلش انها زعلت حد ولكن اي حد عملته وحش بدون قصد او بقصد. فبعتزل للناس كلها طبعا. ونتمنى دعواتكم ليه ان شاء الله. طبعا عزيزي المشاهدين اسلام تعطوا معنا في فقرات بنالك حكاية الحواديد. الى اللقاء في حلقات جديدة. كان معكم احمد خليف.